مجهز لأهم الأنباء أهلا بكم قتل مدني جراء قصف شنت في الميليشيا استهدف منطقة حجر بمحافظة الضالع مصادر محلية قالت إن الميليشيا قصفت منطقة حجر في الضالع ما أسفر عن مقتل الرجل المسن إسماعيل صالح البالغ من العمر ثمانين عام وإصابة آخرين فيما تضررت عدد من المنازل والممتلكات الخاصة أوضحت المصادر أن مواجهة عنيفة تجددت بين قوات الجيش والميليشيا في جبهة الفاخر وحبيل العبد في مديرية قعطبة إثر هجوم شنته الميليشيا ساقط خلاله قتل وجرح من الطرفين في السياق ذاته أصيبت طفلة برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في وادي أمان غربي مدينة تعز مصدر محلي قال أن الطفلة رهف عبد راجح أصيبت برصاص قناصة الميليشيا المتمركزة في تبة القرن أثناء تواجدها أمام منزلها أشارت إلى أن الطفلة أصيبت بطلق ناري في يدها ونقلت على إثره إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج إلى ذلك شهدت جبهة القتال شرق محافظة الجوف قصفا مدفعيا متبادلا بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي بالتزامن مع استحداث الحوثيين مواقع جديدة قبالة تمركزات القوات الحكومية مصادر عسكرية قالت لبلقيس أن ميليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية وأليات قتالية متنوعة إلى جبهة القتال الواقعة في نطاق مسرح عمليات المنطقة العسكرية السادسة توقعت المصادر عودة المعارك مع الميليشيا خصوصا بعد تهديداتها الأخيرة بالتصعيد في حل لم تنفذ اشتراطاتها سياسيا أكدت مجموعة الأزمة الدولية أن المحادثات بين السعودية وميليشيا الحوثي لن توقف الحرب المستمرة بل قد تؤدي إلى انهيار شامل للأوضاع والدخول في مرحلة فوضوية من القتال المتجدد قالت المجموعة في تقرير صدر مؤخرا إن تلك المحادثات الجارية برعاية عمانية لا يمكن لها أن تنهي الأعمال العدائية بل قد تزيد منها خاصة إذا ما كانت نتائج المحادثات غير ملزمة للحوثيين ما قد يشجعهم على التهرب من إجراء مفاوضات شاملة مع بقية الأطراف اليمنية وهو ما قد يؤدي لعودة القتال في سياق آخر طالبت الحكومة الأمام المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص وتحييده عن الصراع دعا وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى إسناد القطاع الخاص للاستمرار في القيم بدوره الحيوي في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد أدان حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة التي تشنها الميليشيا ضد كبريات البيوت التجارية لدفعها خارج البلد واستبدالها بشركات تجارية تابعة لها نهاية الموجاز إلى اللقاء اشتركوا في القناة